موسيقى اليوم بفاملي مثل ما خبرتون قبل شوائع مشاهدينا رح نحكي عن ظاهرة عم نشوفها كتير مؤخراً بلبنين وبالدول العربية مع أنه من زمين موجودة بدول الغرب وهي تاتوز أو والبيرسينغز أو الأوشيم والثقب أو الحلق اللي بيضعون الأشخاص بعدة مناطق بجسمهم ليش منعمل تاتو وبييرسينغز؟ شو الأسباب اللي بتدفعنا وخاصة بسن المراهقة؟ أسئلة كتيرة رح نطرح على ضيفتنا نيدال صادق أهلا وسهلا فيك نيدال مرسي أهلا فيك شرفتينة حضرتك معالجة نفسية علم النفس كيف بفصير التاتو والبييرسينغز؟ ليش منعمل وشم على جسمنا؟ بتعرفي هو إذا نحنا عم نعمل وشم على جسمنا بس إنه وشم بعمر المراهقة مش عدة أوشيم هيدا إله تفسير وإذا عم نعمل عدة أوشيم إله تفسير تاني نحنا بنقول بعمر المراهقة الولد بحب يبلش يثبت حاله يفرجي شخصيته يفرجي أنه هو تغير عن أهله يعني بطل هيدا الشخص يعني كأنه هو نوع من الأصيان بطل هيدا الشخص اللي بيقولوله هلأ نيم هلأ بدك توعة هلأ بدك تدروس هلأ بدك تاكل بلش هو يحدد شخصيته ويحط هو رولز طبع شخصيته كيف بده يمشيه فبيحس بيه وقت من الأوقات يعني هيدا كأنه نوع من العصيان بمحل أنه هو عم يتخطى أهله هيدا قرار هو قرار ياخده وهن ما رح يشاركوا فيه كأنه تحدي بوقت من الأوقات أكيد بيكون تحدي بعدين بنشوف أنه ممكن تكون موضة ممكن يكون عم بيقلت حدا في أهل بيشاجع أولادهم يعملوا طويل في أولاد بيتماثلوا بأهلهم لأنه أهلهم كمان عنهم بدنا نحكي عن هالموضوع ولكن بالدرجة الأولى هي نوع من التعبير عن الاستقلالية أكيد أنه أنا صاحب القرار تعرفين بعمر المراهقة في كتير يعني فيه أشياء بتتغير بجسمنا وهيدا الشيء بده يسبته يعني بده يبلش يفرج إنه هو عنده قوة والبنت بده تبلش تفرج الفامينيتي تابعة والأنوسي تابعة من هيك بنشوف بهيدا العمر إذا منتابع الولاد أو المراهقين شو التاتول بيحبوا يحطوه بنشوف إنه البنت بتركوا الدراجون وردة الفراشي يعني هول كلهم صح يعني هول كلهم هني سيمبول للأنوسي الصبي بنشوف تنين دراجون وهول قصة القوية تبلش يثبت رجوليته إنه هو عم بيطلع بجسمه عم يبرزه وعم بتكون مارك بحياته إنه بهيدا العمر هو بلش يتغير بلش يثبت شخصيته بلش يقول أنا موجود يعني هي نوع من الهوية بتعتينا إياها إنه هيدا الإدانتية تبعه بلشت تتكون بهيدا الطريقة وبهيدا المرحلة بتل الأهل عندهم كتير محل يعني كأنه بلش يرسم البيب اللي ممنوع الأهل يشتحه يعني نقطة فصل بين الولد اللي كانوا أهله مسيطرين عليه اللي بياخدوا كل أراراته عنه وبداية استقلالية أو الأرارات اللي هو بياخدها المراهك أكيد الأرار لمين؟ يعني لما المراهك أو المراهقة بتقرر تعمل وشم لازم الأرار يكون لألاء أو الأهل هني اللي لازم يقرروا أو يسمحوا هو 90 بالمية بدأي لك شاغلي التاتو صار زادي كتير يعني صار أكتر من 80 بالمية من المراهكين بيطلبوا أنهم يعملوا تاتو بحبوا أنهم يعملوا تاتو فبس 20 بالمية بيعملوا الأكت يعني في 80 بالمية بحبوا 20 بالمية بيقرروا يعملوا مين اللي بياخد الأرار المراهك أو الأهل هو المراهك اللي بياخد الأهل الأهل هون يا بيعملوا سبار أو بدهم يجتحوا ويقولوا لا وهي دلاء تكون ديفينيتيف وما يقبلوا فيها تعرف الأهل عندهم مخاوف يعني المراهك ما في يعمل بروجيكسيون بعد 40 سنة أنا شو بدي يكون يعني بنسمع الأهل هلأ بيقولوا أنت يمكن تكون وزير مش معقول يكون عندك الوشم أو البيرسنج أو تترق مع أنه اليوم عندنا رؤسة دول عندهم أو شيء بس هاي دي نظرة الأهل التقليدية اللي بتضل هني عتلانين هام بدون ما يكون عندهم أكتر فجن أنه هيدا الولد ممكن يحقق فيه بروفسيونال تكون طبيعية لو عنده التاتو خوفا من الامبرشن أو الفكرة اللي ممكن هالوشم يعطي عن ابنهم أو بنتهم خاصة أنه نظرة المجتمع هي أيام بتاعتي أنه هو اللي عنده وشم هيدا شخص عنده مشاكل خلينا نتوقف عندها نقطة بالزيت تنيدال شو نظرة المجتمع للوشم والبيرسنج؟ بدي أقول لك شغل إذا نحنا بنرجع للتاريخ عم نحكي مجتمعاتنا الشرقية بس نحنا بمجتمعاتنا الشرقية وإذا بنشوف العرب خصيصا كانوا كتير يعملوا حنة ووشم وبنشوف النساء اللي عمرهم كبير بنشوف كتير عندهم هون صح لأن هيدا كانت رمز للأنوثة يعني هيدا من التاريخ كانت موجودة هلأ صارت عم تتطور وصارت عندها غير عبارات صارت المودة تبعها والفاشن واللي كلهم بيتبعوها المراهقين بس هيدا مش معناته التاريخ كان رافض هيدا الفكرة ونحنا حطينيها بالعكس هالك كانت موجودة ونحنا عم نطورها وإذا الأهل بحبوا هيدا الشي وبيتفاهموا مع ولادهم على هيدا الموضوع لا ما لازم تكون ديفينيتيف وما لازم تكون مدوم ما نفكر فيها لأن هيدا الشي الولاد فيه يعمله إذا نحنا تفاهمنا نحنا ويهي وفسرنا له شو نتيجة إذا كترنا منها يعني هي وقتها بتكون يعني فيه اكزاجيراسيون بالموضوع أنه واش مع كل الجسم يعني المشكلة هي بالعدد نضال أكيد يعني هون بنبلش نفكر يعني كترة الأوشيم ردل على شي صح أنه فيه خلل بشي محال لأنه لأنه بدنا ننتبه المراهقين بمحال فيه نوع مرض بنقول أنه وقتها ببلش يأزي حاله يعني يا هل ترى هو عم يستمتع بهيدا الثقب أو بالإبري كأنه عم بيدق حاله عم يعزب حاله أو هو بس للمتعة أو للموضة وليه عم يستعلم نضال أنا حاب أخذ رأي المشاهدين لأنه أكيد كتار منهم عم يعيشوا هالتجربة حاب أسمع رأيك ونحاول هالموضوع بأي تجربة أشتوها بالنسبة للبيرسينغز أو الشيم يعني إذا نحن مع أو ضد الفكرة الوشيم لازم نسمح للمراهق أنه يعملها لأنه شئنا أباينا رح يعمل إذا هو أخذ القرار يعني الأفضل أنه ندعمه بهالقرار بغض النظر عن أبعاده أو نكون صاربين ونرفض الفكرة بتعرفي أنا في عندي مرأت بكذا تجربة بالكلينيك أنه مراهق حبي بيعمل بس الأهل ما بيكونوا عم بيوافقه نحن منجرب قد ما فينا نعلمه يتواصل أكتر مع أهله ويقنعهم بهذه الفكرة أنه هذه من يعني المجتمع هو الأهل همه المجتمع شو بيحكي عن ابنه يعني نفسر لهم أنه المجتمع ما في يرفض هذه الفكرة إذا أنت كنت طبيعي بالتصرف طبعك يعني بالوشيم اللي هو بأكتر الأحيين إذا منسأل مراهق شو بده يعمل وهلأ سألنا حدا بالستوديو سألته شو حاطة وشيم قال أول حرف من اسمه أول حرف من اسم أمه أول حرف من اسم بيو يعني موضوع الوشيم كمان له كتير علاقة بالرسالة اللي عم بيحلل بنهاية هي رسالة أو فكرة عن حاوله وهو كأنه هيدا أول كوردون عم نقطعه بين الأهل يعني تعرفي أنت في إيتاب بتكون فيزيونال بين الأهل والولاد هيدا الكوردون عم نقطعه وهو يبلش بالاستقلالية بس هيدا الشخص اللي بعده عم بيحاد اسم أمه واسم بيو واسم كأنه منه قادرة عرفتي يقطعه هيدا الشيء هيدا تحليل نفسي لألا أو ممكن يكون تعبير عن مدى محبته وأخلاصه لها الأشخاص كمان بس هو دايما لازم ننتبه أنه المحبة إلى محل لازم نقطعه ونحط حدود حتى بمحبتنا يعني حتى بعطاءنا بالعلاقة بين الأم والباي والأخوة نضال نفس التفسير للحلق اللي منشوفهم كمان بمناطق عديدة بالجسم مناطق ما بتخضر على البيل بتعرفوا هن اتنينتهم بيرجعوا لنفس الردات الفعل لأن اتنينتهم عم نحكي عن ثقب يعني وهيدا الثقب ليش بدنا نحس فيه يعني أنا من هيك بعتلهم وقتها تكون الأشياء زيدة عن حدها من حط علامة استفهام أنه ليه عايزين هالقدة نحس بهيدا الثقب أو إذا كانوا عم يتوجعوا وجع يعني من هيك بدي أعرف أكتر شو هن المطلب طبعهم يعني شو كانت الدماند الأساسية تا عم يعملوا هيدا التاتو أو عم يعملوا هيدا البييرسين هل ممكن تترجم كطريقة للتواصل طريقة للتعبير عن وجع عن تجربة عن ألم عاشه الشخص مش قادر يعبر عنه بالكلام يعني هي وقتها بتكون منا سيمبوليك لأشياء يعني وقتها نحن عم نقول البنة عم تعمل دراج إن كان إيجابي أم سلبي بتصور حيث بالسبب أو الدافع الأول اللي بيتفع الشخص أنه يعمل واشم أو كيرسين أكيد إذا كان إيجابي يعني وخاصة عم ننقل رموز اللي فيها منثوية ولا فيها رجولة هو لأشياء تنبين عن حالنا تنسبت حالنا تنحكي عن إيدانتيتي إذا كانت إشياء بتحكي عن سفرانس ومرض وعذاب كأنه عن رحكي كتير بعيدة عن السفرانس صح من هيك كتير بعض عن بعضهم يعني أكتر من البنين بيعملوا واشم وخاصة صبايا إنه لا يجذبوا الآخرين حتى يغروا إذا بدك تكون كتير من أحياني تكون سكسي إذا بدك وبتصور هذا أبعد سبب لازم يكون تعمل الشخص بتعرفي هو إذا نحن بدنا نفكر فيها بهذه الطريقة بنقول نحن المراهج بعمر معين بحط قدامه إجزامبل بده يمشى عليه خاصة يتمثل فيه خاصة أنه الفنانين والمطربين وكل العالم المشورين أهم نجوم مهاريوود عندهم أو شام من هيك المراهج بهذا العمر بيكون عنده هيدا المثال بده يتطبعه وخاصة طي حط هيدا المارك يعني عم بقلده مظبوط مية بالمية كأنه بحس حاله عم بعيش الشهرة اللي عم بعيشها هيداكي يعني إذا ما قدر يثبت حاله بيقلب بيته بيقول هيدا مثبوط عالمياً فأنا بتطبعه ممكن أوصل بأفكاره للي هو يوصل له مش ضروري يكون عم بيحقق هيدا الشي بس من هيك نحن منخاف أنه كتير يطور الأحلام تبعه وتبقى حلم من هيك بنشتغل معه ينزل على الواقع ويقدر يقلد الناس المشورة بالأشياء بس اللي هي بتقطع وخلصت يعني إذا بنقلد بالتياب أو بنقلد بالوشم أو بنقلد بس نحن نفهم أنه ما بقدر يعيش العيشة اللي عم بعيشها هيدا الشخص المشور أوقات المراهج بياخد قرار أنه يعمل وشم أو بيرسينج بسبب ضغط من أصدقائه يعني كل أصدقائي عم بيعملوا وشم أو بيرسينج خليني أنا أعمل مثلهم مع أنه ما بيكون كتير مؤتنع كيف نحن بنعرف أنه أخذ هالقرار عن أناعة من هيك هوني دور الأهل أنه يعملوا له سبار يعني يفهموا منه ليه هو حابب يعمل هيدا الوشم يعني ما تكون اللأ ضغري أنا ديما بحب أقول عن اللأ لأن هي اللأ عن جد كتير مهمة بحياتنا أي متى نقوله وأي متى ما لازم نقوله في أهل بتكون ردة فعلهم ديماً لأ حيالها موضوع جديد بالنسبة لأهلهم كان ردة فعل أولية ضغري فصلاً لا فمن هيك يعني الأفضل وقت المراهق يجيب موضوع جديد عم يكترحوا للأهل أنه نحن نسمعه ونشوف شو الأسباب اللي خلته هل هي بس تقليد لأصحابه أو موضة مشي فيها ونجرب نعيشه إياها بعد خمس سنين أنت كيف ممكن تشوف حالك بتتقبل هيدا الشيء على جسمك بتحس أنه هيدا الشيء رح بضره ديك إذا صار في عندك أنت تغيير بيولوجيا ولا نفسي أو أنت عساعية حالك نميت إشي بشخصيتك أنت بتتقبل هيدا الموضوع إذا بنشوف أنه هو مقتنع بهيدا الموضوع ومنا موجة ماشي فيها هو حابب أنه يثبت حاله نحن مفروض نشجعه ونروح نحن ويه يعني نحن هيك نطلع هيدا الموضوع كأهل ونشوف أنه عم بيروح عند سبيسياليست عند حدا نمضيف مش عم يعمل هيدا الأشياء هيدا لازم يكون همنا الأساسي إنه لما بيعمل واشنة يعملها تحت شروط أكيد الهايجين لأنه بمحلات هيدا بتنقل أمراض لجسمنا أو إذا كانت عم تنعمل بطريقة خاصة إذا عم يعملها بالسر أو غصب لعنة يمكن لأسجاب مدية كمان يلجأ لمحل رخيص أو لمحل يعني منه هو مخول يعمله هيدا التاتو وهيك يفوت بمشاكل تانية يعني يكون عم يهرب من أهله بس فات بمشاكل تانية ممكن تأتي نيضال كيف ممكن نعلم المراهق أنه يخد قرارات من هالنوعا أنه عم ينجرف بالضغط اللي ممكن يعيشوا من زملائه وأستقاؤه بتعرفي ما فينا كتير نقول نحنا بدنا نحمل مراهق أنه مي ينجرف لأن بمحل بده ينجرف بده يتأثر يعني بدنا نكون كتير واقعية مع المراهق يعني هول موجات بده تقطع هيدا كريز بده تقطع نحنا مجبورين كأهل نكون عن جد مستعدين وفتحين إيدينا أنه نسمعه ونقبل أفكاره ونحس التجدد معه هيك بنساعده ونتقبل أخطاءه على أمل أنه يتعلمنه أكيد بس هيك نحنا بنكون عم نساعده أنه هيدا المراهق ما بقى ياخد أفكاره بانجرف ياخد أفكاره يبلش بأنع يعني الفكرة اللي بيجيبها يعمل أدب تسيوع ليه هو يعني تتلقم مع شخصيته تتلقم عن جد مع هو شباحه مع قراراته وتكون منيسبة لأله مش منيسبة لرفيقه ولا لجاره ولا للتليفزيون اللي هو عم بيقلده نعم نفس الأسباب بتدفع الصبايا المراهقين المراهقات أنها تعمل واشم و فيرسيكس بتعرف أن الصبايا بيندفعهم أكتر بس مثل ما قالت بالأول يعني البنة هي بيدافع الأنوسة بتكون عم تعملها والصبايا بيدافع أنه يثبت رجوليته بيكون عم يعملها بس الدراسات بتبين أنه البنات بحبوا يعملوا تاتو أكتر من الصبيين بعمر المراهقة الصبايا بيبلش بآخر المراهقة يفكر أكتر من البنات يعني خاصة إذا كانت المراهقة طبعه بتعرف المراهقة هي لو بنقول بعمر تنفترض الـ 12 بتبلش بس فيه ولاد ما بتكون جاهزة بهيدا العمر مع نضجة بنا نضجة كفية إنها فاتت بهيدا العمر يعني بتكون ميلي أكتر على الأنفانس من إنها تكون ميلي أكتر إنها تصير شخص راشد نيدال كيف ممكن نقول لأ للمراهق إذا ما كنا مقتنعين ما قدرنا نقتنع بفكرة الـ كيف ممكن نرفض من دون ما نسبب توتر بالعلاقة بتعرف فينا نقول له إنه بهيدا العمر طول ما أنت مراهق يعني أنت بعدك تحت السلطة طبعي ونحن نستعمل السلطة طبعنا بس أكيد بتفسير وبيقدي نكون واضحين بكلامنا وستريكت نعم صارمين نعم صارمين طول ما أنت تحت ويسايتك وتحت جناح بيتي هيدا قرار نهاية لأيلي أنت مقدر تقنعني باللي أنت حيب تعمله أنت جسمك حر فيه من بعد لـ 18 سنة بس تتسير راشد أنت حر بقراريتك أنت حر بتصرفيتك أنت حر كمان بالتالي لجسمك من هلأ لوقت بدك تحترم ما رأينا نحن صح زكارتي قبل شوي موضوع حبي أرجع له قلتي أنه عدد الأوشيم بدل على إشياء معينة الفرق بين وشم وفيه أشخاص منلاقي أوشيم على كامل جسمهم على شو بدل هالشي؟ بأغلب الأحيان بدل أنه هذا الشخص عنده عذاب نفسه في تراكمات منه قدر يعبر عنه بحياته اليومية فعم بعبر عنه بجسمه بجسمه ما عم يقدر يحكي عن عذابه وعم يحكي عنه بجسمه هل أدى عرفتي واضحة وهل أدى أنه هذا الشخص بيكون حزنه عميق عم يتوجع بس منه قدر يحكي عم بيحطه على جسمه يعني ملاقى هذا المنفس ده هو يعبر عن أحزانه نيضال صادق معالجة نفسية شكرا لإلك ولها المعلومات المفيدة أهلا وسهلا فيك راح ننتقل هلأ مشاهدينا مرة جديدة لستوديو الأخبار لنتابع مراسم دفن النائب الياس سقيب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة